السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواتي بهذا الشرح الجديد واليوم إن شاء الله شرحنا سوف يتكلم كيف تحصل على رقم أمريكي لتفعيل الواتس أب والتلجرام وباقي التطبيقات طبعا صديقي كل ما عليك تكمل معي الشرح للأخير واتبع معي الخطوات خطوة بخطوة مشان ما تواجه مشاكل يا صديقي طبعا التطبيق لا يحتاج إلى تطبيق في بين رح أضيف لكم رابط التطبيق بالوصف طبعا قبل أن نبدأ بالشرح لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد وتحطونا لايك للفيديو طبعا أول ما نفوت على التطبيق رح نضغط على أول خيار ورح نعطي للتطبيق سماح بجميع الصلاحيات بعدها رح نضغط على خيار جوجل هون رح يطلع إيميلاتكم الموجودة على جهازكم اختاروا إيميل من إيميلاتكم بس لازم يكون مو مستعملين بالتطبيق قبل هالمرة رح اختار إيميل من إيميلاتي اللي مو مستعملوا بالتطبيق قبل هالمرة طبعا رح يفوتنا على هاي الواجهة أول خيار أصدقائي من الثلاث خيارات الموجودة أول خيار رح نضيف بأي اسم عشوائي رح نضيف أي اسم عشوائي بالأجنبي والخيار الثاني أي اسم عشوائي أما بالخيار الثالث ضيفوا جيميل وهمي كمان حطوا أي إيميل وهمي ما بيأثر صديقي بس يكون إيميل وهمي عادي بعد ما ضفنا هذول الثلاث خيارات أصدقائي رح نضغط على الخيار البلعلى طبعا بهذا الشكل يكون فعلت التطبيق رح نضغط على هذا الخيار ومثل من شايفين حصلنا على الرقم الأمريكي هذا هو الرقم أصدقائي أمام عيونكم رح شوفكم تاريخ اليوم مشان تتأكدوا أنه نفس اليوم اليوم الجمعة ستة يناير يوم الجمعة ستة يناير طبعا مشان ما حدا يتفلفس ويكتب لي كذب أو شي طبعا أول شغل أصدقائي رح نروح نفعل الواتساب بعدين نرجع نفعل بالتيلجرام رح نفعل اثنين بنفس الرقم رح نضيف النداء لولايات المتحدة واحد وكلكم تعرفون بعدها رح ننقل الرقم أمام عيونكم طبعا رح ننقل الرقم من التطبيق على نسخة الواتساب أمام عيونكم ركزوا لي بالرقم لأنه أصدقائي في ناس كثير تكتب لي أنه كذب عافوا أصدقائي تلفوني به شوي تجميد خرجت من الواتساب ورجع الرقم من جديد حرجع أضيفه من جديد طبعا أحبابي هذا التطبيق يعطيك مرات أرقام شقالة مرات ما يعطيك أرقام مو شقالة طبعا إذا أعطاك رقم مو شقال أنت بس امزح بيانات ورجع سجل بغير إيميل طبعا رح نضغط على التالي بعد ما ضفنا الرقم طبعا أنا نسخة الرقم أصدقائي بعد ما أضفته كامل رح نعطيه موافق طبعا ننطاك لأنه تمكن من رسال رسالتك النصية لهاتفك البعد ساعة مثل ما تشايفين البعد ساعة خيار أتصل به رح تثغطوا على تعديل الرقم وترجع تلسق الرقم من جديد لضيف الرقم من جديد وتثغطوا على موافقة قبل طلب كود عبر رسالة نصية ومكالمة هاتفية تعديل الرقم طبعا أصدقائي مثل ما تشايفين بعد ما عدنا الرقم ورجعنا ضفنا الرقم من جديد أعطانا بعد دقيقتين رح يظهرنا خيار التصل طبعا أنا طفيت الفيديو أصدقائي مشان ما أطول عليكم بالشرح وهي ضل عشرين ثانية ورح نطب كود التفعيل طبعا مثل ما ذكرت لكم صديقين أعطاك بعد ساعة اضغط على تعديل الرقم وارجع ضيف الرقم من جديد إن شاء الله رح تنحل معك المشكلة طبعا أنا أعطاك دقيقتين بعد ما عدلت الرقم هذا أعطاك بعد أربع دقيق معناته الرقم مشكلة حصريا لازم يكون دقيقتين بعد العفن طبعا بعد ما ضقتنا على خيار التصل بي فورا لازم نجي على التطبيق طبعا رح نستنى للا تنزل علينا المكالمة طبعا مثل ما تشايفين نزلت علي المكالمة رح أستقبل المكالمة أصدقائي بهذا الشكل هنا رح نعطيه حسنا أصدقائي بعدها أصدقائي رح ننقل الكود أمام عيونكم من العفن أصدقائي خربطنا طبعا عم ننقل الكود من المكالمة أحبابي وهذا الرقم الأمريكي أمام عيونكم مثل ما تشايفينه طبعا أصدقائي بعد ما ضفنا الكود مثل ما تشايفين اكتمل التحقق بدون أي مشاكل رح نفصل المكالمة بعد ما فصلنا المكالمة أحبابي رح نرجع نكمل أعدادات الويتساب التالي ومثل ما تشايفين حصلنا على رقم أمريكي بدون أي مشاكل لتفعيل الويتساب رح نتقط على الثلاث نقطات البلعلة رح نجي على أعدادات الرقم وهذا الرقم أمام عيونكم آخره 5-6-9 وأوله 2-0 رح نرجع على التطبيق مشان تتأكدوا مو أكثر طبعا رح نيجي على التطبيق وهذا الرقم أوله 2-0 5-6-9 آخره نفس الرقم أحبابي مشان ما حد يكتب لي أنه كذب أو شي وتاريخ اليوم مثل ما تشايفينه 6 يناير الجمعة وأنا أصدقائي رح نجرب الرقم على تليجرام رح نمسح هذا الرقم ونلسق الرقم الفعلنا به الويتس آب مثل ما تشايفينه آخره عذرا هذا الرقم محذور طبعا للأسف طلع الرقم محذور على تطبيق تليجرام بس اطلاقوا رقام كثيرة شقالة على التليجرام أصدقائي هذا الرقم أمام عيونكم بالويتس آب وبالتطبيق هذا الرقم أمام عيونكم بالويتس آب وبالتطبيق مشان ما حدا يكتب لي بالتعليقات أنه كذب طبعا أصدقائي فيه مناطق محذور فيه التطبيق وما بيصير بمنطقتهم ويجو يحكو لك كذب طبعا أنا ساكن بتركية وهذا الرقم شقال عافوا التطبيق شقال بتركية طبعا هذا الرقم أمام عيونكم طبعا إلى هنا ونكون وصلنا نهاية الفيديو وأتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم